دي حيرة كل المصلين أعمل إيه بالزبط علشان أبقى من الخاشعين وأبقى من الناس اللي ربنا قال عليهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين أنا عايز أخش في الناس دي هقولك على أربع حاجات تساعدك إنك أنت تبدأ رحلة الخشوع مع الله واصبر على نفسك الخشوع ده رحلة حياة وبيعتمد خد بالك على حالتك الإيمانية برضه لكن تعالوا نحط رجلنا على أول الطريق أربع حاجات رقم واحد اجتهد جدا إنك أنت تصلي في أول الوقت لأن خد بالك ساعات الواحد لما بيصلي في آخر الوقت بيصلي كده علشان خلاص ده العصر هيقدن والساعة تلاتة وربع والعصر تلاتة ونص لازم أسقط الفريضة نية إسقاط الفريضة نية شريفة لكنها بتخلي الواحد متسربع وبعدين خد بالك الصلاة في أول الوقت فيها أدب مع الله أدب مع النداء حي على الصلاة وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله وملائكته ليصلون على الصف الأول الصف الأول ده اللي بيجي بدري ففي خيرات وبركات وأنوار ومعاني بتنزل على أهل البكور اللي بيروحوا بدري فإيه رأيك لو أنت حيران كده ونفسك تبقى خاشع والموضوع ده حلم من أحلامك جرب أنك تصلي في أول الوقت بعد ما تسمع الأذان هتفرق قوي في المعاني اللي قلبك هيستقبلها حاجة تانية وهي وصية نبوية لكل حائر في الخشوع فرغ عقلك وقلبك للصلاة يعني إيه؟ يعني لو بتعبت حاجة مهمة جدا 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 أو في حاجة كبيرة جدا شغلاك ممكن تخلص في دقايق خلصها زي إيه؟ زي الجوع قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يصليين أحدكم بحضرتي طعام ولا وهو يدافع الأخبثان أخبثان يعني عايز خش الحمام ما تصليش وانت هتموت من الجوع بحيث أن انت تبقى بتصلي بسرعة عشان ترحق تروح تاكل عطول عشان كده السنة إنك لما الأدان يقدن وإحنا صايمين بتجرح صيامك الأول كده علشان إيه؟ ما تبقاش بتفكر في الأكل أثناء الصلاة أو لو واحد عايز يخش الحمام ومكسل إنه يتوضى فيفضل ماسك نفسه وعمال بيركع ويسجد هو وعمال يعمل كده حرم عليك نفسك حارم نفسك من أنوار ربنا سبحانه وتعالى وإقبال ربنا يعني من إحساسك بإقبال ربنا سبحانه وتعالى عشان ما كسل تتوضى خش حمامك واستريح وكل قميتك يا سيدي في الخمس ده عشر ربع ساعة دول ويبقى صلي بعد كده بس يفرغ عقلك وكان سيدنا أبو الدرداء يقول كده يقول إن من فقه الرجل أن يخلي قلبه وعقله للصلاة فضي قلبك وعقلك عشان ما يبقاش في حاجة شغلك حاجة الثالثة أيها الحائر في الخشوع في الصلاة ويا رب النقط دي تريح بالك يعني إنك أنت تسمع نفسك صوتك بآيات جديدة ودي بقى وصية أهل الخبرة أنا قلت لك من شوية إن العلماء لا يعدوا امرار الكلام على القلب والعقل قراءة وقف بيصلي بيقرى الفتح لا محتاج تقول تسمع صوتك بكلام فيه مخارج حروف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللي بيصلي بقوله والله أحد بس بقاله سنين الصورة بقت في الأوتو بايلت عندك بقت خلاص في العقل اللواعي بتقولها وإنت ما بتفكرش فيها إيه رأيك لو تبدأ تسمع جزء عامة في الكست كتير وإنت ماشي بالعربية وأي أن كان في المواصلات بحيث الصور تبدأ ترجع بقى صورة الضحى وصورة البيينة وصورة ألم نشرح لك صدرك وعم تساءلون والنازعات تبدأ تصلي بيهم لما تبدأ تصلي بصور مختلفة على الذهن هتبدأ الصلاة تيجي من الأوتو بايلت العقل اللواعي للعقل الواعي وتركز فيها فسمع نفسك صوتك بصوت منخفض كده حتى في الصلاوات السرية والصلاوات السرية الفقهاء قالوا ما تبقاش جهرية لو أنت بس اللي اسمعت صوتك فسمع نفسك صوتك بآيات مختلفة ومتجددة ومش لازم جزء عامة في بعض الناس بيعمل حاجة جميلة جدا يروح على ساقه مثلا صورة ألي عمران ويحفظ وسارعه إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرق أعدت للمتقين آية قصيرة في نص الصورة كده تحرك القلب يروح مثلا على سورة البقرة ويحفظ آية الكرسية عشان يبقى دايما بيقولها باستمرار يروح على منتصف القرآن مثلا ويحفظ حتى من يسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون آيات قصيرة بس هتستحضرها وتستحضر معاها معاني جميلة عن ربنا وعن الجنة يبقى دي الحاجة التالتة القراءة بآيات مختلفة الحاجة الرابعة وهي سر من أسرار الخشوع في طريقة صلاة النبي اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم النظر موضع السجود بص الإمام النووي في كتاب الأذكار بيقول يجوز إن الإنسان يغمى داني بس أنا عايزك تصلي زي النبي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لم يرفع بصره من موضع سجوده جربها جربها ولو بتستريح شايف نفسك بتستريح أكتر في تغميد العين جرب بس مرة أسبوع كده بص في موضع السجود لأن صلاة النبي اللي علمها له سيدنا جبريل نزل علمه كيفية الصلاة وعلمه ينظر في موضع السجود فده تعليم ربنا لجبريل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جرب تنظر في موضع السجود ولو بصيت في موضع السجود فكرك هينجمع بس حاول تعمل الموضع ده وده هيبقى تطبيقا لحديث سيدنا رسول الله وتبركا بطريقة النبي صلوا كما رأيتموني أصلي أتمنى أن الأربع حاجات دول وسمعهم تاني لو أنت عايز تفتكرهم يكون خلاصة لكل حائر عايز يمشى على خطوات عملية عشان يقدر بعد كده يبقى من اللي ربنا قال فيهم الذين هم في صلاتهم خاشعون والخشوع يحتاج إلى الله الخشوع يحتاج أن ربنا يفتح لنا قلبنا لاستقبال أنواره والخشوع يحتاج إلى الإذن من ربنا والفتح من الهادي موسيقى